كفر نحوم كانت تعتبر وطن المسيح التاني ومعظم معجزات المسيح حصلت في هذه المنطقة أو حول بحيرة طبرية في إنجيل مرقص الصحاح الأول مكتوب عن يسوع خرج من المجمع وللوقت دخل بيت سمعان وهون بتشوفوا يعني دقة الكلام خرج من المجمع وأول شيء دخل بيت سمعان المكان اللي شف فيه حماة بطرس هذه المنطقة تشهد عن معجزات المسيح هذه المعجزات كانت تؤيد مصداقية دعوة يسوع المسيح إنه المسيح مش كان بيتكلم بكلام لكن مصاحب بشرعية بمصداقية مهمة جداً اللي بتأكد صحة الكتاب وبتأكد لهوت المسيح معجزات المسيح فإذن تؤكد وتؤيد مصداقية المسيح شرعية المسيح كالمسيح وأيضاً تبرهن على لهوت المسيح أنه المسيح أنه الرب وتظهر سلطان المسيح الفائق لأنه ما في حد صنع معجزات كم الهائل والتنوع في هذه المعجزات مثل ما فعل يسوع المسيح المعجزة أحبائي شيء خارق يعجز الإنسان مشان هيك بسموها معجزة يعجز الإنسان بالنوميس أو القوانين الطبيعية إنه يعملها فالكتابة بيتكلم عن عدة إصطلاحات بسميها عجيبة الناس بتتعجب منها معجزة أي إعجاز الشيء كتير مرات في إنجيل يحنى بيستخدم عبارة آية والآية هي علامة يعني المسيح لما كان بيصنع معجزة في إنجيل يحنى كانت تعتبر آية اللي فيها بعد روحي عمق روحي وتفسير روحي أيضا والكتاب أيضا بيسميها أعمال لم يقدر أحد أن يعمل هذه الأعمال إن لم يكن الله معه هذه المعجزات بغض النظر شو نوعيتها أو تسميتها دايما شيء خارق خارق يعني في قانون آخر غير القانون الطبيعي لأنه الرب هو اللي خلق النوميس والقوانين الطبيعية حياة المسيح هي معجزة عندما دخل إلى أرضنا دخل بمعجزة ما نسميها معجزة التجسد وما بعد هذه المعجزة كل المعجزات شيء تلقائي كل المعجزات شيء طبيعي حيث وجد المسيح وجدت المعجزة ووجدت العجيبة وهذا ليس شيء غريب فالمعجزات أيضا هي تتميم للنبوات أول إعلان في الكتاب عن الشفاء أنا الرب شافي إشعياء بيتنبأ عن المسيح بسبعمائة سنة قبل الولادي مكتوب الذي بحبره شفينا وعندما كتب الرسول بطرس قال عن يسوع المسيح هو نفسه حمل خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم بجلدته شفيتم أنا الرب شافيك والرب يسوع قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن والشيء الجميل والعظيم في معجزات يسوع المسيح كانت أعلنية أمام الجميع حتى الأعداء شافوا المعجزات وشاهدوا ولم ينكروا المعجزات مثلا فتح عيني المولود أعمى في القدس كان واضح أمام الجميع إقامة ألي عازر من الأموات قرروا أن يتخلصوا من ألي عازر بسبب أنه شافوا معجزة حدثت مع ألي عازر هذه المعجزات تتميم لنبوات التي تعطي المصداقية والشرعية والهوية للمسيح أنه المسيح بحسب إشعية 53 وبحسب إشعية 35 وعندما قال يسوع اذهبا واخبرا يحنى العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبة لمن لا يعثر فيها هذه المعجزات كمان كان المسيح بيخرج الأرواح الشريرة النجسة هذه المعجزات كانت بتلقائية كانت بسلطان فائق كانت بقوة الكلمة قوة الكلمة المنطوقة كان في قوة داخلية تخرج من يسوع لشفاء الناس يسوع المسيح ووجوده كان برهان ومعجز أيضا شاف سلطانه شاف حياته المتميزة الخارقة بلا خطية شافوا قدرته الفائقة العظيمة مثل ما ذكرت أن المسيح لم يتصنع المعجزات ولم يطيل بالصلوات أو الطلبات ولم يجاهد ويصارع حتى يصنع المعجزات كانت معجزات المسيح تلقائية كان مليان بالثقة وينما راح كان بيحكي الكلمة وكان بيشفو كان بيستخدم الكلمة أحيانا بيستخدم اللمس حتى مكتوب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء كثير مرات بوضع الأيادة أو عن طريق الخلق تحويل الماء إلى خمر أو شفاء المولود أعمى طلع عينيه بتراب وخلق عينان جديدتان يعني ما في شيء محدد أو وصفة معينة شو هي معجزات بقان الجليل قال املأوا الأجرار الأجران ما وابتدأ يصبوا حدثات المعجزة إشباع الآلاف كسر الخبز وهني بيوزعوا الخبز ما انتهى ولا السمك انتهى أشبعوا عشرين ألف شخص وهكذا أحبائي معجزات متعددة متنوعة سواء هدأ العواصف هنا على بحيرة طبرية مشى على الماء أخرج الشياطين أشبع الآلاف بل حتى وجه السمك أنه يجي للشبكة وأيضا يعني شفى الشاب اللي يديابس هنا في هذا المجمع طهر البرص لم يتنجس بنجاسة الأبرص بل الأبرص طهرة بطهارة يسوع المسيح أقام الموتة أقام ابن الأرملة أرملة اثنين أقام ابنة رئيس المجمع وأقام العازر بعدما أنتن وكان يقيم الموتة حول الماء إلى خمر الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة صار إليه لون صار إليه طعم وصار إليه ريحة فإذا يتميز بهذه المعجزات القوانين الطبيعية يعني خلق قانون آخر اللي هو قانون يسوع المسيح أنه إله السيادة وإله السلطان المطلق عاوز أختم هاي الفقرة أقول أنه معجزات المسيح كان إلها هدف كان إلها معنى وكان إلها أهمية مش مجرد عم بيعمل شو للناس عم بيعمل أعمال خير ورحمة ومحبة ونعمة وحنان موسيقى 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 اشتركوا في القناة